بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على شرف خلق الله نبيه الهيد الامين محمد الله وعلى آله واصحابه وانتباعه بحسن يوم الدين. مهارة جديدة. مهارة جديدة. سألت فيها اكتر من مرة وهي كيفية دمج عدة ملفات ورده في ملف واحد. انا عندي بحس. البحس ده كبير في الحجم شوية. قمت بكتاب الجزء. احد اصدقائي كتب جزء. اخويا كتب جزء. وعايزين نجمع الخمس ست سبع عجزاء في ملف ورد واحد. يا ترى ايه هي الخطوة السحرية اللي من خلالها نستطيع دمج ملفات الورد في ملف واحد. ده سؤال اليوم واجابته في ثواني. بعض لحظات هنبدأ في اجابة هذا السؤال. قمت بفتح احد الملفات ده كان الجزء الاول في تحضير رسالة. رسالة الماجستير. وبحرك المؤشر بحيث ان انا اكون في اخر الصفحة. ثم دغطي انتقال الى صفحة جديدة. بعد ذلك هذهب الى قائمة او تبويب ادراج انسيرت. ومن ادراج هذهب الى اوبجيكت ليكائن ثم اختار تكست فروم فايل. وابحث عن ملفات الورد سواء كان واحد او اتنين او تلاتة او اربعة واقوم بتحددهم. فبيتم عملية الاضافة بكل سهولة ويسر زي ما هنشوف مع حضراتكم. اهود. هضيف الاول اللي هو ادي الاكمال. وبعد ذلك هضيف قائمة المراجع. ضغط على كنترول لتحديد الملفين. ثم هضغط على انسيرت. وانتظر ثواني معدودة فيتم دمجة تلات ملفات. ثم بعد ذلك اقوم بحفظهم في اه الملف بامتداد او سي اكس او دي او سي. ادي ملفة هو دتاع قائمة اه المراجع تم اضافته. وبدأ الترقيم التلقائي ياخد وضعه ويشتغل معايا. ديت قائمة المراجع. وادي الجزء اللي هو خاص بالاضافات. كل اللي عليك انك هيكون فيه بعض الفروق في ان بعض الملفات تحديد الهوامش الخاصة فيها مش متزبطة. فعلى حضرتك انك تقوم بتحديد هذه اه الهوامش. وتعيد بعض التنسيقات البسيطة. خلاص خلصنا هذا الملف وقمنا بااااااااا Nyانتظل. بعد ذلك اما تضغط على ااااا احفظ بحيث انه يتم حفظ بحفظ هذه الملفات داخل هذا الملف بنفس الاسم او انك تذهب الى قائمة فايل من فايل تختار حفظ باسم وتقوم بكتابة اسم جديد وهيتم حفظه تلقائي حسب اصدارة الويندوز اللي عندك يا اما دي او سي اكس يا اما دي او سي او انك تحفظهم بامتداد بي دي اف لو انت رأيت اه ذلك. اتمنى تكون هذه المعلومة السريعة البسيطة وصلت لنا لان انا فكري في الايام اللي جاية ان انا ادي ومضات سريعة في دقيقة او في دقيقتين بحيث ان احنا نسهل المعلومة لان لما بيكون في عدد معلومات كبيرة جدا داخل الفيديو الناس بيحصل لها شيء من البرجلة او عدم الاستفادة الكاملة وانا في انتظار اسئلة حضراتكم وان شاء الله نقدر نعزم المنفعة من العلم من خلال قناتكم وقناتي على اليوتيوب تقابلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته